تباً لكبيركم وتباً لصغيركم على ما اقترفت أيديكم القذرة اليوم أيضاً سنلجو في واحدة من الجرائم المهمة والخطيرة التي حدثت وما زالت تحدث ألا وهي جرائم مزاد العملة وما أدراك ما مزاد العملة اليوم الإعلام العراقي والشرفاء منشغلون جداً في مواجهة هذه الجريمة التي لم تحصل لا بالعصور الغابرة ولا بالعصور الوسطى ولا في وقت التمدن ولا وقت الأقطاعيات ولا وقت المشاعيات ولا وقت الحضارات والأغرب في هذه الجريمة أنها تعلن ومعروفة ومغطاة بالقانون ومشرعنة أو على عين الشعب والخلفة وقيل بها كثيراً وتحدث بها كثيراً وعرضناها في حلقات متتالية متتابعة وقالوها مشؤولون ومختصون أمام الملأ وأمام القضاء وأمام الادعاء العام وأمام الرأي العام أو على قولة محمد صمتة يام حسن صمتة ليش ساكتين الجهات المتخصصة ما حدعرف وظهرت أرقام مخيفة وتصرفات وسلوكيات لم تكن مألوفة قط في مكان من الأرض والكل كان يسمع وكان يسكت ولعن الله طبقة سياسية عرفت بهذا وسكتت ولعن الله على كبيرهم وصغيرهم الذي سمع وعرف وشارك ورضى بهذه الجريمة هذه الجرائم التي لسنوات طويلة تمر وتعزف أو تارها على رقاب الشعب إلى الحد الذي أصبحنا نستدين لقمة عيش الفقراء ولا أحد يدري وإن درى فيسكت ويسكت لأنه متورط وغير المتورط كان شاهدا خبيثا والذي يعرف يخاف وفقط الصوت الحر هو الذي يبقى يناشد لا أدري لا أدري لماذا هذه الطبقة الشيطانية التي تسمي نفسها طبقة سياسية جاءت في التغيير تستهتر بحقوق الشعب إلى هذا الحد لديها الإمكانيات ولديها القدرة على صناعة شياطين يقودون مسلسل فساد مدمر ويكتبون قوانين ويشرعنون قوانين تحمل فاسدين ويضللون الرأي العام ويضللون القضاء ويشترون الذمم الرخيصة ويطلبون من الشرفاء أن يسمتوا على مثل هذه الجرائم تبا لكبيركم وتبا لصغيركم على ما اقترفت أيديكم القدرة تبا لكبيركم تبا لكبيركم تبا لكبيركم ترجمة نانسي قنقر